اكدت معالية سيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب همية استثمار الإرادة المشتركة بين مجلس النواب وممثلي الكونغرس الأمريكي بالسعي لتنمية علاقات التعاون والتنسيق البرلماني والبناء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تحالف استراتيجي نعم جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق مع سعادة السيناتور جيمس ريتش عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد النيابي للعاصمة الأمريكية واشنطن وخلال اللقاء استعرضت معاليها الشواهد المرتبطة بالنهضة التنموية والديمقراطية في مملكة البحرين والثوابت الوطنية التي تمثل مرجعا ثابتا لكل مسارات العمل مؤكدة معاليها أن المملكة بقيادة جلالة الملك عهل البلاد المعظم تجعل من مبادئ حقوق الإنسان وقيم التعايش والمحبة والتسامح أولوية دائمة منوية لما تشهده البحرين من مرحلة استثنائية في مجال التطوير والتحديث والتقدم الشامل من جانبه أعرب سعادة السيناتور جيمس ريتش عن إعجابه بما يرد من تصورات بشأن التطورات الداخلية التي تشهدها مملكة البحرين وما يمثله ذلك من وجود إرادة حقيقية للأخذ بالجهود الإصلاحية الشاملة نحو المزيد من الإنجازات وأكد أهمية التعاون بين البلدين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والأثار التي تركتها جائحة كورونا والتي تتطلب المزيد من التعاون بين البحرين وأمريكا كبلدين صديقين ترجمة نانسي قنقر